طيب نروح بقى لاستعداد فرقتنا ان شاء الله للمشاركة في بطولة كاس العالم للاندي النادي الاهلي خلاص اغلق ملف مباراة بيراميدز وبدأ طبعا استعداداته الجادة لخوض طبعا منافسات البطولة والنهاردة كان مسماني حريص على تاني يعني كان عادة على عقد محاضرة مع اللاعبين بيتحدث مع اللاعبين طبعا الأمور الفنية والأمور النفسية وبعض الملاحظات يمكن اللي شهدتها مباراة بيراميدز كمان اتكلم بشكل صريح عن التحديات القادمة المرحلة المقبلة والتحديات في كاس العالم للاندي وطبعا ان شاء الله سيكون بداية مع مباراة الضحية للقطر النهاردة المران عودة اكرم توفيق بعد طبعا سلبية المسحة الطبية اللي خضع عليها مؤخرا وزا ما احنا عارفين ان كان فريقنا طبعا عنده يمكن تحدي جديد ولكن التحدي هذه المرة مع الكبار ان شاء الله مع الكبار في أو كبار العالم في المشاركة العالمية في كاس العالم للانديا هو منديال الانديا بعثة النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين بإذن الله حطير إلى قطر يوم الجمعة اللي جاي طبعا وكنا عارفين هنا في البيت الكبير بعثتنا برئاسة الكابت المحمود الخطيب وان شاء الله كل التوفيق اكيد زعلنين شوية على نتيجة بيراميدز لكن خلص قفلنا الصفحة بنبدأ يعني نبدأ نستعد بقى بشكل جدي وبشكل قوي لان مباراة كمان مباراة الضحيل من الفرق القوية جدا جدا ان شاء الله يوفق فيها النادي الاهلي بإذن الله ويصعد لدول الاربعة ليحقق كمان انجاز يعني ان شاء الله يفوق كمان انجاز 2006 كده كده كانت مباراة بروفا يعني لان اخر مباراة قبل طبعا سفرهم بإذن الله للمشاركة في مونديال كاس العالم للأندية محمد هاني طبعا زي ما انتوا تابعتوا ماتش مبارح كان بتعرض لإصابة او تعرض لإصابة بالفعل وخرج بسببها من الماتش النهاردة هاني كان بيجري أشعة عشان نطمن على حالته بالفعل نهاردة دكتور أحمد أبو عابلة طبيب الفريق أكد ان الإشعة أثبتت أثبتت إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الخلفية ده بيستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي هيبقى لمدة خمس أيام قبل عودة ان شاء الله للتدريبات مرة أخرى والنهاردة بيوضح ان حالة اللاعب جيدة جدا وهيكون متواجد في قايمة مباراة الدحية للقطري يوم 4 فبراير اللي جاي في افتتاحية المشوار مشوار الفريق المهم المشوار العالمي في كاس العالم للأندية اللي بيقام خلال الفترة من 4 لـ 11 فبراير اللي جاي إن شاء الله كل اللاعبة يا رب تكون على أدى مباراة مباراة بنبص المباراة الأولى مباراة الدخزة ما أقولك مباراة كبيرة مباراة صعبة ومحتاجين كل اللاعب فيها هاني من اللاعبة المميزة لكن كمان أعتقد أحمد بيكم لما نزل في هذا المركز كمان أدى بشكل كويس فإن شاء الله بإذن الله كل اللاعبة تكون على أدى المسئولية وتكون على قدر يعني عارفين طبعا يعني بيكم كمان عنده بيكم يعني لعيب مميز لعيب مميز جدا على المستوى المهاري وشفنا بيستخدم مهاراته يمكن في بعض الأحيان في مناطق خطرة لكن شفنا كمان مهاراته مع رمضان صبح وعمل شكل جميل كبر حلو كده من الكباري أو الأشكال اللي بيحبها جمهير الكورة أحمد بيكم كل التوفيق ليه لأنه لعيب مميز جدا وأعتقد كمان يعني وجوده في هذا المركز كمان بيديف للنادي الأهلي بين عنده اتنين أعتقد على مستوى عالي جدا وفي وقت ملقاوات كنا محتاجين أو أنا كنت قلت محتاجين باك يمين فعلا محتاجين باك يمين لكن يعني لعبتنا على قد المسئولية ومباراة الدوحيل إن شاء الله بإذن الله مباراة صعبة مركزين فيها بشكل كويس قوي بإذن الله تكون هي السكة إن شاء الله للعبور لدور قبل النهائي ترجمة نانسي قنقر